نذهب الآن إلى كلمة مندوب السعودية في مجلس الأمن ونعود وأود في البداية أن أهنئكم بتولي بلادكم رئاسة مجلس الأمن لهذا الشهر وتمنيا لكم النجاح والتوفيق في إدارة أعمال المجلس كما أود أن أتقدم بالشكر لممثل أوتشا السيد رامش راجسينغ هام والسيدة جانتي سورفيتو ممثلة حماية الأطفال على الإحاطات التي قدموها حول أزمة المجاعة والسيداف العاملين في المجال الإنساني لكون هذا الموضوع يشكل تحديا للمجتمع الدولي والبشرية جمعا السيد الرئيس 79 عاما مضت على تأسيس هذه المنظمة العريقة التي وجدت لتعزيز العمل الدولي بين الدول والمنظمات بما يخدم الإنسانية ويرقى بحياة الشعوب إلا أنه حتى يومنا هذا ما يزال ملايين البشر يواجهون خطر الجوع ونقص الغذاء حيث تكشف التقارير الدولية المتلاحقة عن ازدياد أعداء الدلجائعين حول العالم سنويا والذي وصل إلى أكثر من 700 مليون إنسان حسب آخر إحصاءات برنامج الغذاء العالمي وهو الأمر الذي يحتم على الدول والمنظمات العمل بشكل حتيث لتحقيق أهم أهداف التنمية المستدامة ألا وهو القضاء التام على الجوع ولعل هنا أجدها فرصة سانحة لأتقدم بالشكر والامتنان للمنظمات الإنسانية والإغاثية الدولية على الأدوار والتضحيات المهمة التي يقومون بها من أجل إيصال الاحتياجات الضرورية المستحقية حول العالم دون النظر لأي اعتبارات دينية أو إثنية أو عرقية أو سياسية السيد الرئيس في الوقت الذي ينص فيه القانون الدولي على تقديم الدعم المادي واللوجستي للمنظمات الإغاثية والإنسانية حول العالم فقد فجع العالم بأسله قبل يومين في قطاع غزة المحاصر بحادثة ليست بمستغربة من فاعلها فقد استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية قافلة لغاثة الإنسانية التابعة لمنظمة المطبخ المركزي العالمي وأسفر عن ذلك الهجوم السافر مقتل عدة أشخاص من جنسيات مختلفة لا ذنب لهم سوى أنهم يقدمون الغوث للشعب الفلسطيني المنكوب لا شك أن هذه الحادثة هي دليل آخر يضاف إلى سجل الانتهاكات التي ترتكبها سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد العاملين في المجال الإغاثي حيث وصل أعداد الضحايا منهم إلى أرقام لا يمكن سكوت المجتمع الدولي عليها لسابقة خطيرة تنتهك كافة المواثق والقوانين والعراف الدولية وعليه فإن المجموعة العربية تدين بأشد العبارات هذه الجرائم التي ارتكبت بحق موظفي منظمة المطبخ المركزي العالمي وغيرهم من العاملين في المجال الإغاثي الذين بذلوا أرواحهم في سبيل خدمة أبرياء يواجهون خطر الموت من التجويع الممنهج الذي وبكل أسف يستخدم كسلاح في هذه الأزمة المشتعلة من خلال مواصلة الاحتلال الإسرائيلي غلق المعابر ومنع الغذاء والماء والدواء والوقود واستهداف المدنيين الفلسطينيين أثناء محاولتهم من حصول على المساعدات الغذائية في أكثر من مناسبة مما أدى إلى تفاقم الوضع الكارثي الإنساني الذي يشهده قطاع غزة اليوم وذهب ضحيته عدد كبير من الفلسطينيين لا سيما الأطفال والمرضى والنساء وهو الأمر الذي تدينه المجموعة العربية إذ يمثل جريمة حرب بموجب القانون الدولي الإنساني ويجب أن يتحمل الاحتلال الإسرائيلي كافة المسؤولية حياله السيد الرئيس السيدات والسادة إن هذه المذبحة تعد وبلا شك دليل إدانة جديد على الإبادة الجماعية التي تنتهجها حكومة الاحتلال الإسرائيلية في عملياتها العسكرية في قطاع غزة ولهذا فإن المجموعة العربية تدعو إلى إجراء تحقيق دولي في هذه الحادثة التي تأتي بعد مرور ستة أشهر من بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الذي استشهد فيه حتى الآن أكثر من 33 ألف فلسطيني ويصيب فيه أكثر من 75 ألف مصاب أغلبهم من النساء والأطفال كما أن هذه الحادثة تأتي على الرغم من كل الدعوات الدولية والإدانات المستمرة وقرارات هذا المجلس التي تدعو إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني الذي يواجه خطر مجاعة حقيقية بسبب التعنت الإسرائيلي وكان آخر تلك القرارات القرار رقم 27-28 الذي تم اتماده بالمجلس بتاريخ الخامس والعشرين من مارس الماضي وتضمن الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان المبارك كما تدعو المجموعة العربية هذا المجلس اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإيقاف العدوان الغاشم ضد الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية له وتشدد المجموعة العربية على أهمية قيام المجلس بدوره المناطبة لإلزام دولة الاحتلال بالامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بهذا الموضوع وللاتزام أيضا بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والأمرين الصادرين عن محكمة العدل الدولية مؤخرا في قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني وتؤكد المجموعة العربية بأنها ستواصل تحركاتها على كافة المستويات وفي كل المحافل الدولية لمساعدة مجلس الأمن على القيام بدوره الأساسي في حفظ الأمن والسلم الدوليين وضامان امتثال دولة الاحتلال الإسرائيلي بالتوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون معوقات مع توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني وللعاملين في المجال الإنساني حتى يتمكنوا من أداء مهامهم النبيلة السيد الرئيس تؤكد المجموعة العربية على دعمها ليكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروا التي تقوم بالدور لا يمكن الاستغناء عنه ولا استبداله كونها تمثل شريان الحياة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون كارثة غير مسبوقة في غزة وتدين المجموعة العربية في هذا الصدد قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 176 موظفا من وكالة الأنروا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كما تثمن قرار مجموعة من الدول الصديقة استئناف دعم الوكالة والأثر الإيجابي لذلك على قدرة الوكالة على القيام بدورها في مواجهة الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومساعدة اللاجئين في مناطق عمل الوكالة الخمس وشكرا السيد الرئيس